دائما في إطار تعريفنا بالجانب الإيكولوجي للمغرب وبعد أن قدمنا لكم حلقات بيوجغرافية قاصة بكل من غابة السنديان والصنوبر بأرض المملكة المغربية سنكون اليوم على موعد للتعرف على شجرة نادرة الوجود بالمغرب وتوجد بمنطقة واحدة فقط إنها آخر غابة التنوب بالمغرب الشجرة التي تعرف باسم الشوح والتي لا تصدف إلا على القمم الكلسية المحيطة بمدينة شفجون من الشمال والشرق وعلى ارتفاع ينفق الألف وخمسمائة متر وذلك في التابقين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي الشديد الرطوبة تعتبر تشكيلة الشوح المغربي الذي هو نوع قبسي خاص بالمغرب من أجمل الغابة المغربية إن لم تكن أجملها لكنها محدودة جدا تنتشر على مساحة لا تتعدى الأربعة آلاف هكتار في كل من كتلة تلسمطان وكتلة تلسزوت وهي منطقة يفوق الارتفاع بها الألفان متر بكل من الجبل الأشهب واتيسوكا هو الشوح المغربي شجرة عالية قد تبلغ خمسون مترا من الارتفاع وأكثر ذات التاج جميل مخروضي الشكل جدعها مستقيم وحامل لفروع أفقية وذوقشرة رمادية اللون وملساء في الصغر ثم تتشقق وتصير بنية اللون وضاربة إلى الإحمرار في الكبر أوراقها إبارية الشكل مستقيمية وذات طول يبلغ العشرون مليمتر ذات قاعدة عريضة وطرف حاد ومحمولة على لغصان في شكل حلزوني الإزهارات الذكرية على شكل هيري هو ذات لون أحمر ضارب إلى الأرجواني وكثيرة العدد أما الأنثوية فهي قليلة العدد وخضراء اللون قبل أن تحمر وتظهر في قمة الشجرة ثمارها مخروضية ذات شكل أسطواني وطول يتراوح ما بين 12 و20 سنتيمتر أما بذورها فهي مجنحة الشوح المغربي نوع قبسي لا يصدف في أي بلد آخر وهو نادر جدا يحبذ الأطربة الحدلسية الحمراء أو الضربة إلى الصمرة والسميكة تاركا بذلك الأطربة السخرية للأنواع الأخرى وفي هذه الظروف البيئية يشكل الشوح غابات كثيفة وذات تنوع إحيائي غني جدا ونظرا لأهمية هذه الثروة وندرتها وجمال مناظرها الخلابة ورونقها فقد أنشئ المنتزه الوطني لتلاصمطان بإقليم الشفشون شمال المغرب وبتلاصمطان ستصادف أجر الشوح بكثرة على شكل منتظم بسفوح جميع جبال المنتزه خصوصا تالزاوت لقرع تيسوكا وتالوسيس وهي أكثر وجودا من الأرض وباقي الأصناف الأخرى قد تجد الشوح في عشرة نباتية خاصة به أو مختلطا في المستويات السفلية مع البلوط الأخضر أو بلوط الزان أو الصنوبر المغربي والأسود وفي المستويات العليا مع الأرز تعطي غابة الشوح عدة أنواع من الخشب الجيد والمواد الأخرى للتنوع الإحيائي بالمنطقة حسب ما ذكر الدكتور عبد المالك بن عبيد في كتابه البيئات الطبيعية والنبات بالمغرب لكن بسبب ندرة نوع الشوح المهدد بالإنقراض منع منعا كليا استغلال خشبه فبالإضافة إلى هذه الاستعمالات يستخدم الشوح في التطبيب التقليدي لعدة أغراض ومن منتوجات الشوح أيضا العسل الذي يستعمل النحل في صنعه مادة الراتنج التي تفرزها أوراق الشجرة تعرفتم اليوم على هذه الشجرة النادرة بالمغرب حسب ما ذكر في كتاب البيئة الطبيعية والنبات بالمغرب لمؤلفه الدكتور عبد المالك بن عبيد أترككم الآن تستمتعون بجمال هذه الغابة الطبيعية النادرة قبل ذلك لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كما يمكنكم مشاركتنا بأرائكم واقتراحاتكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر